في دي أصغيرة كده نهاردة جالي رسالة من مشجع مش أهلاوي بيسألني بيقول لي هو ليه دايما وانتو كسبنين ومتفوقين والمدربين كسبنين كل حاجة ببنشوفش عرض مثلا لمارس الكولر أو كولر بيقول للأهلي انا مش هكمل عندي عرض برا أو كده أو كده الرد كان سهل وبسيط حتى الموضوع ده له وهيتسئل كتير الفترة اللي جاية في وسائل إعلام لنخدوا بالكم الناس على السوشيال الميديا لما بتطرح تساؤلات زي دي بتطرح نتيجة أن في بعض الزملاء الإعلاميين بيكتبوا على أكاونتاتهم وعلى صفحاتهم تفاصيل زي دي يقول لك كولر بإنجازات دي كله ما بيقولهش عروض مين قال لك ما بيقولهش عروض بيقوله عروض بس كولر هيمشي ليه أولا بياخد مرتب كويس جدا من النادي الأهلي ممكن ما يلاقيه زيه في أي مكان تاني عشان ده إمج وبراند النادي الأهلي ده واحد اتنين بيكسب مع النادي الأهلي كل البطولات فاللي يخليه يمشي الحاجة التالتة بيلعب مع الأهلي كاس فيفا انتر كونتينلتال عنده منجل الأندية في أمريكا مرشح ضمن أبرز المديرين الفنيين على مستوى إفريقيا كأفضل مدير فني فيه صباق ومنافسة مع الاتحاد الإفريقي في جايزة زابست اللي هتنظم يوم الاتنين الجاي فيه مراقش والأهم من كل ده الصفقات واللاعبين والتعاقديات طلباته كلها مجابة الرجل مرتاح جات لعروض جات لعروض وجات لعروض من أوروبا على فكرة وجات لعروض من أوروبا وجات لعروض من أندية خالجية ولكن لما تحط النادي الأهلي في كفة مع أي مكان آخر أكيد كفة الأهلي أتقل شوية ليه؟ لكل العامل أنا قلتها إدارة مؤسسة نظام بطولات إنجازات هتلاقي فين كل ده وتقول سلام عليكم أكيد وبعدين كولر لما بيجي له عرض بيجي له عروض من فرق كبيرة مش من فرق ممكن تكون لسه بتنافس على البقاء أو فرق عايزة تطلع تلعب في الدور المحتلفين في أي دولة عربية شخيق فالأمر مختلف محدش يعقد مقارنات مدارب الآله بيجي له عروض بس المطبخ والأتموسفير اللي هو فيه مختلفاً أي مكان تاني فطبيعي يجدد ويقعد عنده كاس عالم يا جماعة بعد السنة هو فيه حد ممكن يسيب الأهلي وهو عنده كاس عالم استحالة وعنده دلوقتي عنده خطوة وممكن يواجه ريال مدريد للمرة التانية مش للمرة الأولى مثلاً في تاريخه ده للمرة التانية لأنه لعب ريال مدريد قبل كده لما كانت البطولة في المغرب فمين يسيب الأهلي في فترات زي دي؟ أو مين يمشي من الأهلي في مراحل عظيمة زي دي؟ بلاش أي حد عنده مشاكل شخصية يصدر كلام على السوشيال ميديا يخلي الجمهوري يقعد يسأل ما هو بتيجي عرض للعبت الأهلي زي أي فرقة تاني ولكن في الأهلي الوضع مختلف انت قاعد متنغنق بمعنى صح مش فلوس بس حب الناس البطولات الإنجازات يسيب كل ده عشان إيه؟ ولا حاجة عشان كده الأمر مختلف والوضع مختلف دي كانت رسالة مهمة جداً كان لازم نشرحها للشباب الصغير عشان ما يروحش مع السياق اللي البعض النهاردة يحاول يصدره عشان يداري على أخطاء موجودة عنده فعلى طول دايماً يرمي الكورة في ملعب الأهلي أو جمهور الأهلي أو حتى من خلال السوشيال ميديا في المنصات المختلفة